كما أكد شكري أن مصر حرصت منذ اندلاع الأزمة في غزة على التضفق المستمر للمساعدات إلى المدنيين في القطاع وشدد شكري على منقف مصر الثابت من أهمية إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية إن مصر حرصت منذ اندلاع الأزمة على ضمان استمرار تضفق المساعدات الإنسانية العاجلة وستواصل جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق نار وإطلاق صراح الرهائن والأسرة وتدقق حجم المساعدات وزيادتها الإنسانية كما ستواصل جهودها لإنهاء الأسباب المؤدية للصراع وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية